موسيقى سخير يا شباب ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير ان شاء الله دلاتي ناخد مع بعض محاضرة الانتوكرايندس اردر انتشيلدرين بوسوا شباب للامانة المحاضرة دي حلوة جدا ولزيزة وصغيرة ولكن هي قوة محاضرة صغيرة ولكن بيجي عليها اسئلة كتير خلاص طيب كل حاجة هقولك عليها في المحاضرة دي مهمة هتلاقيها في الانتحق خلاص فركز معا في الشرح وان شاء الله دلنا تبقى لطيفة يعني تمام؟ في الاول كده بيديك مقدمة نهاردة بس هتفهم هناخد ايه نهاردة هنتكلم على الاندوكرايندس اردر انتشيلدرين هنتكلم على حاجة اسمها الكونجينيتال هايبوس هيروديزي خلاص؟ هنتكلم بس الاول كده على مقدمة وإيه هي الاندوكرايندس اردر انتكلم على المرض بتاعنا هنتكلم عنه النهاردة السابق للإغاق than to 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 خلفي الجسمي. الجلاندي دايز تطلع هيمون. يبقى الانضidan بيكوا من حاجتين. جلاند وللي قد يطلع لي هيمون. غضط وهيمون. يبقى الانضان بين غضط وهيمون. خلاص. ايه الهيمون زياد؟ قالك الهيمون دي عبارة عن كيميكال ماسنجرس. اللي هي إلو الحاجات كده هو كيميكال دايزير راسحيل كده. تمام؟ بتتفرز من الجلاند ووظيفتها ايه؟ ووظيفتها اللي بتساعدني إن أنا أعمل او اعمل تنظيم للفانكشن بتاعت حركة الجسم كله او بتاعت الجسم كله خلاص فانكشن الجسم كله محتملة على الهرمونات ديت تمام هي الهرمونات دي هتعمل الفانكشن سهل الدنيا دي مقدمة بسيطة جدا طب ايه هو يجاي يقول لك ان ايه هي الهرمون ووظفتها ايه يا عم قال لك ان الهرمونات ديت بتعمل لك الجروس الجسمك ينمو بتعمل لك الميتابوليزم ويتنظم لك الميتابوليزم هو ان اكيد او أن اخذف الميتابوليزم على السائلود هرمون يعني خلاص بما انها هنتكلم على السائلود جل commence طيب بطمان بتعملك سيكشور ديفلوبميند او الفانكشن خلاص ده مقدمة بسيطة بيكمل في المقدمة هو هنا يعني عايزة يقول لك الحكة تاعت ازاي الهرمونات بتشتغل او ازاي الهرمون بيشتغل او ازاي بيحصل ريليزنج وستيموليشن الهرمون دوت بس نحن نعرف أن الغده المايسترو في جسمنا هي مين؟ المايسترو نظام عليه سبيقيrehفي كل اسمه الملأتي Uhh متأكد نظام عليه جه ediyorum جه dem planetary gland هي الغده المايسترو هل تريد من احد يتحكم في ن trembقي في ن inhiya يتبفي من نبقي غده المايسترو ما encompasses اوه انا there's a very major famous rapper i mean brain there's a mRNA called this waler is the harmful ad Tuesday they want their influences with Elbster but our therefore what should i ask we have two maestro maestro that is which and maestro that is the brain which is but i mean I want at the time to illustrate ريليزنج وستيميليشن الهرمونات ديت. عايز اطلع الهرمونات دي من الغدط. اعملها ازاي? ايه اللي هيحصل? اول حاجة الهايبوسالاموس. مش هو مايستو لقبها هنبدأ بيه. الهايبوسالاموس دوت. يروح بعد اشارات. باعد حاجة اسمها ريليزنج هرمون. يعني ايه ريليزنج هرمون? يعني يروح يقول مسلا انا عايز تخلي البيتودري جلاند يطلع هرمونات روح للغدط تقول لها اشتغله. هعمل الحوار ده ازاي? الهايبوسالاموس يطلع حاجة اسمها ريليزنج هرمون. ايه ريليزنج هرمون دوت? اللي هو يروح يقول للبيتودري جلاند يلا يلا يروح يطلعي. ده معنى كلمة ريليزنج هرمون يعني طلعي هرمونات. طلعي هرمونات. طيب. فتروح البيتودري جلاند اول ما تكلمها ريليزنج هرمون يعني الاشارة من البرين او من الهيبوسالاموس يلا ريليز. تروح مطلعولي حاجة اسمها استيميوليتنج هرمون. اصل البيتودري جلاند دي بتطلع استيميوليتن تطلع لي T3 و T4 اللي أخذها بتاعت السيرويد جلانت عشان ما تطهش مني احنا في المحاضرة دي بنتكلم على السيرويد جلانت خلاص طيب انا عايز اعرف ازاي السيرويد جلانت دي بتطلع هلموناتها طب اهي اصل ايه هلمونات السيرويد جلانت T3 و T4 طب يا T3 و T4 عايزيكو تطلعها هيتطلعوا ازاي؟ انا مهورنا بقول لك بيطلعوا ازاي؟ الهيبوسالمس بيطلع هلمونات اسمها يعني كلمة releasing hormone يعني بروح يقول البتوليجلاند الأم الماسترو يلا طلعي فتروح هنا مطلعوا لي شيء اسمها stimulating hormone يعني كلمة stimulating hormone يعني بتروح بتعمل stimulation للجلاند اللي موجودة في الجسم ايا كان بقى thyroid gland مش اي gland تاني خلاص تقول لها يلا freezer hormone خلاص بس كده فمثلا البتوليجلاند جالها stimulating hormone من البتوليجلاند هتطلع تي سري و تي فور فهمت الدنيا ماشي ازاي بس كده بيجي هنا معي يقول لك ايه خلي بالك ان الليفل اللي بتحكم في بتاع الريليزنج بتاع الريليزنج والاستمليشن بتاع الهرمون هو البلاط كونسنتريتد هرمون اللي هو ايه اللي هو نسبة او تركيز الهرمونات او نسبة الهرمونات في الدم يعني مثلا عندي مثلا هرمون تي سري ده قليل في الجسم او تي فور او تي فور قليل في الجسم ايه اللي هيحصل لما تي فور اللي هو الهرمون بتاع الغدة الدركية ده السري ده قليل ايه اللي هيحصل الجسم هيسكت لا الجسم مش هيسكت هيروح هامل لي ايه هيروح بعد اشارات البرين سي جنال للبرين الحقني يا برين في الهيبوسالمس ها الحقني يا برين فالبرين يقولك ايه عم في ايه الحقني ده انا تي سري و تي فور قليل في الجسم قليل في الدم هنعمل ايه هيروح الهيبوسالمس بعد ريليزنج هرمون للباتيط الريجلانت فالباتيط الريجلانت الروح فرضة لهيرمونات اسمها ستيميونيتنج هيرمون كلمة ستيميونيتنج هيرمون ايه is mine اسماها تب تفرس بقى Artspecific ستيميونيتنج هيرمون اللي هو TSH اللي هو السيرويد اللي هو اولها T بكتابة الستيميونيتنج هيرمون TSH بعدها سي كنت سائرود ستيميونيتنج هيرمون المينن للسيرويد جلانت يلا مالسيرويد جلانت عوضيني وفرزيني T3 و T4 عشانهم موا نقصين في خلال دم اللي بقى من اللي يتحكم في إفراز ريليزنج وستيموليتينج هيرمون في الجسم هو البلاط كونسنتريشن هيرمون قليلين فيروح الهيبوسالمس بعد إشارات اللي هي اسمها إيه؟ إشارات بقى ريليزنج هيرمون البتيرجلاند يلا طلعيلي استيموليتينج هيرمون للبتيرجلاند للسيرويت جيلاند فالسيرويت جيلاند تطلع لي إيه تي سري و تي فور اللي هي أصلا الهيرمونات بتاعته هذا الشكل يا شباب سري و تجده لنا اخرجنا للمقدمة بتاعتنا لننتبخی من خارج لPC على سيرويت جيلاند إذنج ماذا هيرمون sightWE bok�� bel dz كما كنت س送ها السيرويت جيلاند ؟ هذا الحصول على سيرويت جيلاند . واهارو الهيرمون ! كما جميع أنها التطلع لي سيرويت هيرمون اما الهيرمون نحوم بتطلع ليнейises الثانية اعتباء له كل ما أنها ينتظر هي تهيث dos hesermون T3 و T4 تهيث captive pra c3 هو سير موض DB T3 اسمه السايروكسين السايروكسين ده يدحب لتيروي لدي تيروي ради T4 سأري 준비 تيروي التيروي يدحب لدي تيروي اسمهBO T3 With the找 زي ما ادفعنا عشان يتضحون هرمونات التي ستي الماريون etre على هرمونات الغداء الدراقيه رأي السرايد بيقاف كه Initzri سوف ننشت في Hambير المنظم سوف نتلب للبيتادر الجيلاند. اللي هو TSH. يروح رايح على السيرويد جيلاند. يلا السيرويد جيلاند طلعت T4. بلس حاجة مهمة بقى. وهي دي بقى حدة زيادة هنا. بلس حتة اسمها الايودين. هي اليود. فاكر اليود بتاع ايام علوم بتاع ابتتائي او اعتادي تقريبا. اليود اللي بتاخده اللي هو الفسفور اللي بتاخده في السمك والحاجات دي. ايه اليود دوت? قال لك اليود ده مهم جدا 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 جدا. في حتة السيرويد هيرمون. يعني ممكن يكون نهيبو سالوانس شغالة كويس. والبديدري جيلاند تمام شغالة كويس. ده بيطلع لي ريزنج هيرمون ده بيطلع لي استيميدنج هيرمون. وكمان ممكن السيرويد جيلاند كويسة وزال الفول. ولكن اليود عندي قليل. طب اليود ده بقى بيعمل ايه. قال لك اليود دوت مهمة قوي 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 قوي. احنا منعمل بي برو دكشن لتي سري وتي فور. لازم الايودين ده يتحت مع امين واسد معين كده في جسمي. عشان يفرز لي التي سري وتي فور. فلو حتى عنده مشكلة خلي بالك في الايودين دوت. مش هيعرف يطلع ولا تي سري ولا تي فور. تمام? اهو دي برضو صورة تجميعة. انا عندي هو البريين اللي هو الهيبو سالماس بيبعت تي او ار اتش. اللي هو ايه. ريليزنج هيرمون. للبديدري جيلاند. يا بديدري جيلاند. خلاص تمام. ريليزنج هرمون. يلا بينا. فبديدري جيلاندفرز طب اللي حاجة اسمها استيميولاتينج هرمون. TSH اللي هو السايرويد. سايرويلينج هرمون للسايرويلات جيلاند. خلاص? فس كده. في السايرويلات الانجل دفرز بقى هرمونة. بلخ خلي بالك بقى في الانسان ان عندنا نسبة التي سري للتي فور. أعليه لا جدن 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 جدا جدن. يعني ايه كين لو انت بتقولوا ده. يعني عايز اقول لك خلي بالك خلي بالك بقى الحده دي مهمة قوي لو انا عندي التي فور عشرين تي فور في الجسم عشرين فقصاده تي سري واحد بس تمو تخيل الرقم يعني انا عايز اعرف نسبة السيروية الجيلاند في الشخص دوت قد ايه اسحب له تي سري و تي فور ولا اسحب ايه قالك اسحب تي فور لان تي فور نسبته تبقى اعلى جدا عشرين مرة عن التي سري خلاص دي اول حاجة طيب قالك اني خلي بالك بقى بالرغم من ان التي سري دوت بس بنسبته واحد الى عشرين ولكن هو اقوى والافكتف بتاعه احسن على الميتابوليزم من التي فور او صغير او ولكن ننجا يبقى من كده نفهم اني خلي بالك ان تي فور هو اكتير ولكن ضعيف افكتف بتاعه مش كوي على الميتابوليزم والتي فور هو قليل بس ايه بس كوي يبقى لك خلي بقى ان تي فور هنا بتحول لي جوى الخلايا جوى السلس بوازات انزايم اسمه دايودينيز الى تي سري خلاص بس كده حده دي مهمة برضو هنا بقى كده بقى نخش على المحاضرة بتاعته حتي قبل حدة الكونغينتال هايبو سيرويدزم دي برضو اعز استطاع حدة الحده دي برضو هايزة المقدمة ايه هي الفونكشن بتاعت السيرويتجلاند اللي هما التي سري والتي فور وقال لك بص مهمة قوي 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 أتكون يعرف لكني نفح فالثي اللي ما نجد ان احسابه لانه نحن عندما نيجي نتحدث عن الكونغينتال هايبوسيرويدزم في الكونغينتال هايبوسيرويدزم يعني التفلة مولود ما عندهش السيرويات جلاند إذن سيظهر عليه أعراض أنه ما عنده هذه الأشياء مش تبقى الـ Function of Threats and Threats and Threats ليس شغالة ففاهم؟ الفكرة ماشية أزاي؟ فإيه هي الـ Function of Threats and Threats and Threats قال لك أن هما بيرغوليت الـ Rate بتاع الـ Body Metabolism يعني بينظموا لي حركة الـ Metabolism أو الـ Body Metabolism في الجسم كله خلي بالك نحن كل الـ Organ وكل الـ System في جسمنا الـ Action متاحها واقف على الـ Metabolism أساسا يعني طيب يبقى لو الـ T-Suitifor هما بينظموا لي الـ Metabolism دول فيهم مشكلة هيبقى في مشكلة فين؟ في الحرارة خلي بالك بالحديد دي يعني إيه الـ Body Metabolism يعني الحرق هما اللي بينظمون الحرق فإنه لو عندي الحرق شغال كويس يبقى الحرارة عندي هيبقى كويس طب ما فيش حرق الحرقة تليها واقع لا ده بداخل في إيه؟ في هايبوسيرميا وبقى Cold جسمه كده Cold ما بيعرقش لأنه ما فيش حرق أصلا أنا هيعرق الزيام هيبقى Sweating هيبقى Dry and Cold فاهم الحرق ده ماشي ازاي؟ طيب الـ Body Metabolism هما ينظمون الـ Body Metabolism فهما ينظمون الـ Cardio-Fastical Function هينظمون الـ Gastro-Entestinal يخليه شخص ده إيه؟ يحصل بـ Body Metabolism متابوليزم للأكل اللي بيخش طب ما فيش سيرويد هيرمون يبقى ما فيش إيه؟ متابوليزم للأكل اللي بيخش فتليه عندكم Stimation ومش عارف يطلع ايه؟ حارف يطلع اللي فيه الميكونيام اللي هو لسه مولود نيونات عنده دليل الميكونيام كمان بيينظموني الـ Body Metabolism اللي هو هيقصلي على Neurologic فممكن لو كده التفل ده هيبقى عنده هايبوتونيا وبور رفلكسز وصوري بور فيدنج مش هيقدر يفيدنج وعنده هايبوتونيا لسهن هو أصلي على Neurologic اللي هو ما قاله طيب المسلطون بتحسن المسلطون المسلطون هتبقى ضعيفة جدا وكنت تلاقي المسلطون مثلا المسلطون مثلا المسلطون ضعيفة جدا فوكنس للمسلطون في الابدومين اسمها هيرنيا وكنن يخش في هيرنيا طيب كمان ينظمني بطي المتابوليزم يحسنني ايه؟ أو ينظمني كل ده هتأثر لو ايه؟ تسيرو تيفو القلب هيأثر على بطي المتابوليزم هأثر على كل الكلام ده بيقول لك اني خلي بيلك لكن الستيرو تيفو هيرمون دي مهمة جدا for normal growth and development خلي بالك عشان يحصل ان الارجن دي يحصل لها growth and development لازم يحصل متابوليزم ولازم المتابوليزم يشتغل عشان يحصل normal growth and development صحي كده؟ طيب لو انا هنا لازم يحصل متابوليزم عشان يطلع انيرجي عشان اقدر اعمل growth and development طريقة نورمال الكل التشو بالزيت التشو التشو تحت البرين طبعا انا عندي مش هيحصل normal growth and development لان انا ما عندش متابوليزم لما ما فيش طاقة تطلع عشان تعاملني عشان انا عشان عشان يبقى فيه growth and development لازم يبقى فيه انيرجي طب الانيرجي دي هتيجي من من ال body metabolism طب انا عندي التشو تيفو القليلين يبقى فيه body metabolism كويس؟ لا هيبقى فيه طاقة هيبقى فيه انيرجي كويس؟ لا هيبقى فيه normal growth and development اكيد لا فاكيد البرين ممكن يخش بحاجة اسمها ايه بقى لو معلقتش الhybo cyrhodism في اول سنين هو مش اول سنين على فكرة هو في اول اسبوعين لحد ثلاثة شهور لو معلقتش الhybo cyrhodism ديت التفل ده يخش معايا في ايه؟ في improved gross and irreversible mental depression ليه؟ لان احنا قلنا ان testleutiful هي اللي بتنظمني gross development وبالذات التعامل طب انا دلوقتي التفل دوت عنده الhybo cyrhodism كونجيدة hybo cyrhodism يعني testleutiful مش موجودين يعني السيرويت جيلاندي مش موجودة يعتبر مش بتفرس حاجة وبالتالي التفل ده عندهش متابوليزم طب عندهش متابوليزم يبقى عندهش gross development كويس يبقى gross يبقى gross يبقى gross يبقى gross development سيبقى irreversible mental retardation تخلف عقلي خلاص؟ فاهمت ان الفكرة ماشي ازاي؟ بس كنت ماذا ؟ الهجم الخلاصfirrhhodism ده اسم تاني تمو مهم جدا سؤال الانتحان اللي هو الكرةينニزم ده اسم التاني بتاع �รاذ которую يبقى لك في الانتحان الكرةينيزم هو بيتكلم عن كونجيدة hybo cyrhodism بس ان bloom خلاص ماذا هي صحيحة الهجم بطريقة الهجم موجودة عنده في في السيرويت جيلاند هرمون ما تفرضش عنده السيرويت جيلاند هرمون بطريقة ايه؟ ايه؟ هو كونجينيتان منوط بيه خلاص؟ طيب بيقولك ليها اسباب ليها السبابين؟ يئمة نانجودرس كريتينيزم يئمة جودرس ريجيدينيزم ونانجودرس يعني جودرس يعني مش متضخمة وعنده هايبو سيروتزم ولكن الغدة ليست جودرس يعني ليست متضخمة ودين مستقومن حتى جبها كده مستقومن انو حضرتك أمسو 8% نانجودرس يعني عنده هايبو سيروتزم ولكن ماهوش تطخم في الخد ثلاث اسباب تكون حافظهم الغدة مش موجودة او الغدة فيها دمور او الغدة عبارة عن ديشو متحركة مش موجودة في مكانها يعني الغدة مش موجودة يعني A-Syrotic Gretinism او Agenesis of Cyroids الغدة مش موجودة طيب تاني سبب هايبو بليزيا of Cyroids يعني الغدة فيها دمور ثلاث سبب الغدة دي عبارة عن تشو متحركة موجودة في مكان مش في مكانها خلاص؟ او موجودة في مكان تاني الغدراسكرتينيزم ثلاث اسباب ثلاث سبب انبورن error of cyroids بايو سينسيسس و انبايو جويتر يعني ايه كلام دهد؟ يعني انا عندي مشكلة في التصنيع مش عارف اصنع وهو مولود انبورن اول ما تولد مش عارف عنده اررر في التصنيع في البايو سينسيسس للسيرويد هيرمون مش عارف يطلع سيرويد هيرمون بسبب مشكلة جيناتك اسمها ديس هرمونوجينيزيس هي المشكلة كده مش عارف صنع طيب تاني حاجة التفلة عنده مشكلة في الايودين باسوي يعني ايه؟ يعني التفلة عنده مشكلة في الايودين ميتابوليزم بياخد الايودين كويس لكن مش بيحصل له انكوربريشن اللي هي اسمها مش بيحصل له كومبينيشن كويس مع الامين واسد اللي احنا كنا متكلمين على في اول محاضرة عشان نطلع تسريوتيفور فبالتالي مفيش عنده تسريوتيفور كويس لشينا ايودين مفيش انكوربريشن او مفيش كومبينيشن كويس مع الامين واسد فمش عارف اطلع تسريوتيفور او ممكن يكون الام مثلا معاها مشاكل او هي اثناء الحمل مشكلة الام بتاخد اصلا انديسيرويد جل انديسيرويد رج تمام؟ فتنقلت عن طريق البلاسينتا وراحت للتفلة خلاص؟ بس كده يبقى دي التولوجيا دي مذاكرة هل بقى في الحدة دي؟ دي سؤال الامتحان يعني السلايد دي من اسئلة المهمة وبتيجي اسئلة في الامتحان ايه بقى السلايد دي؟ السؤال الامتحان دي ايه اللي بيحصل؟ احنا قلنا عشان نتفرز انا قلتها لك مليون مرة في اول محاضر عشان نتفرز عندي السيرويد جلاند اللي هي التسريوتيفور لازم يحصل السيكونس اللي قلنا عليه اللي هي بوسالمس هي بعض اشارات للبيتودر جلاند اللي هي اسمها يلا طلعيني استيميليدنج هرمون فبيتودر جلاند تطلع لي استيميليدنج هرمون اللي هو TSH السيرويد استيميليدنج هرمون فالسيرويد تطلع لي ايه؟ تسريوتيفور فلما تسريوتيفور يبقى مستوى حلو في الدم خلاص مفيش مشكلة طيب انا هنا ايه المشكلة عندي المشكلة عندي تخلي بالك ان انت عندك كونجينتال هايبوسيرويدزم يعني الهيبوسيرويدزم لما استعمالي وهي ب Republican اللي هو التسريوتيفور 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 لكن لما بروح للتسريوتيفور يلاقيها عندها مشكلة كونجينتال من السباب اللي احنا هنا على فوق فالتيسري والتيفور هم التسريوتيفور قليلين. لا. قليلين. بس اصبت بقى عن T4 لان T4 20 مرة عن T3. ففي الدم انا بعمل تحليل T4. خلاص? فلاقي ان T4 قليلة جدا. لان السيرويد زادت نفسها فيها حاجة اسمها كونجينيتان هايبو. يبقى الكونجينيتان هايبو. يعني الهرمونات بتاعة السيرويد هي ايه? هي قليلة. فلاقي T4 ايه? قليلة في الدم. خلاص? بمقابلها هلاقي ان T3 عالي. ايه ده? ليه كيلو هلاقي T3 ده عالي. لقي كاكمبانسيشن من الهايبو سالمس. هيبو سالمس يبعد انا دلوقتي احنا قلنا مين اللي بيحدد. فاكر لما كنا بنقول. هو مين اللي بيحددتلي او بيتحكم في افروز ريليزنج وستمردنج هرمون. هو البلات كونسنتراتيهرمون. لو لقيتك الهرمونات التسري والتيفور زي ما احنا انتفقنا قليلة. كاكمبانسيشن ان هيبو سالمس يبعد بيتحكم في الدرقلان. يلا يدرقلان. طلعيلي. سيميليدنج هرمون. TSH سيرويد. سيميليدنج هرمون. علشان يروح للسيرويد جيلان. عشان تفرز تيس تي فور. عشان تي فور اصلا هي قليلة فيين? قليلة في الدم. ففي الفعل الاقي التسري كاكمبانسيشن لاقي تسري. تي اس اتش ايه? الاقي التسري دوت عالي جدا. عالي جدا ليه? علشان انا عندي السيرويد جيلان مش بتطلع هرمونات. فريل تي سيرويد تي فور. فبالتالي الدم هيأول ما ي احس ان ما فيش تي فرور او تسري في الجسم. فريزلي اروح طلع على التباعة سيجنل كده الهيبو سالمس. الهيبو سالمس الحان. فالهيبو سالمس طلع ريزينج هرمون. روح اللي بتدري. بتدري تقول لك طب اعمل ايه? اطلع. تي اس اتش سيرويد سيميليدنج هرمون. يروح الى سيرويد جيلان هي اصلا كده جدا مش بتطلع. ولاقي تي اس اتش عالي. تي اس اتش ايه? عالي. ولاقي تي فور ايه قليل. ده سؤال انتحان. طيب. ايه ايه ده الكلينيك المنفستيش ده 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 هنخش في المحاضرة بجد يعني. ايه الكلينيك المنفستيش اصلا على النيونيت بوس ركز معي. قال لك في عندك حاجتين. في عندك فضرة النيونيت. وعندك فضرة تانية اسمها فضرة الانفانت او فضرة اللي هي الالشايلدهود. لو انا ما عالكتش. احنا قولنا بفوت الحالة دي. لو انا عايز الحالة دي تتحسي. اما تخشش في مينتر الريدارتيشن. او اللي هو تخلف العقلي اللي هيندوك نتيجة الهايبو سيرويدزم بسبب irreversible damage للبرين. بسبب الميتابوليزم قليل. هعمل ايه اعالك الحالة دي بدري. من اسبوعين. من اول اسبوعين جده عليك على حد ثلاث شهور. خلاص. ما عليكتهاش. لا هيظهر عليه بقى اعراض بتاعت الانفانت ايه. الانفانت والشايلدهود مانفستيش. لو انا ما عليكتش الحالة دي. طب ايه هي الاعراض اللي هتظهر على الحالة دي في النيونيت البريود. اللي هي ايه. يعني النيونيت البريود يعني اول 28 يوم من عمره او اول اربع اسابيع او اول شهر من عمر بتيجرسي البرج howlsoc. ها يظهر عليه اعراض ايه. ابرا ايه. بيقولك ايه. the most affected of infant. or a asymptomatic adverse. ايه. ان الطبعا هو yes. انني هو ايه. ايه. اقصد ايه. نيونيت. خلي بالك. ايه. قلت لك ايه هي الاعراض اللي هتظهر على النيونيت. show you. ايه. اول ما تولد لن بكونش ظهر علي اعراض. بيكون asympathematic. بيكون ايه. هل بلك الحالة دي مهمة. الاول ما تفيتها يتولد لسهر علي. Church, التي بكون آي. بيت شهر يتولد بيكون ا ٤٣٤٪. مش بطلع من السروريت جيلانت. ولكن بيظهر عليه اعراض. ليه? ان هو عنده اخت من امه ٤٣٤٪. اثناء البلاسنتا. لما هو كان موجود جول رحم. جول يوترس البلاسنتا عددته شوائد هرمونات مترنان هرمون من الام. خلاص. فهم خليينه حسنًا له مطلقه ليس نظرة على اعراض. يعني معاليين نسبتهم في الدم عندهم لمدة اول اسبوع. بعد اول اسبوع بيحصلون مسترول. فبعد اول اسبوع في الغالي بيظهر عليها اعراض شوية. حسن. السميتم ها بقول لك. ايه بقى هنا بقى ركز في ذلك. زي ما قلت لك السميتم بتيت تظهر من اسبوع لشهور بعد الولادة. ليه لان خلاص الوسترول للماثنن هرمون. فخلاص الاعراض هتتت تظهر. شان جايه قولنا الاعراض. فاها اول من الولادة في اسميتم سابقا مثلا الهرمون. بعد كده اسابيع الشهور تظهر علي الاعراض. خلاص? طيب. السيرويد سيرابي يبتدي وزن تو ويكس. ده ما قلت لك. يبتدي من خلال اول اسبوعين. ده ممكن يخلي الحالة ترجع للكوجناتف اللي هو البرين بقى ايه. محصلش اللي هو المندري دارتيشة. خلاص? يبقى اكد من الحدة دي نفهم ايه. نفهم ان الطفل اللي هو عنده كونجينة الهايبوس هيروديزم دوت. ده بيبقى مولود. مولود عنده مشكلة في التسري وتي فور قليلين. خلاص? لكن الاعراض مش تظهر في الاول. زي ما اتفعلناش المترنا الهرمون. ولكن لو دعالك في خلال من اسبوعين ثلاث شهور. بيرجع طبيعي جدا. بيرجع ايه? في الغالب بيرجع طبيعي جدا. خلاص? طيب. طيب. اكيه باقي الاعراض متى النية البر الاول الدر الشهور. الد exponent في منها سؤالين تلاثة هيقولarity في الامتحال مش سؤال واحد دي مش سؤال واحد دي ثلاثه في الامتحال. coursğ ماهي المتفقية؟ ماهي لي كالهي المنفستشن على النيونات البريو ثلاث اسئلة اربعة اسئلة سؤالين انايت لو أقلمها يعنى هديك سؤالين او سؤال خلاص؟ بس استلاف دي مهمة يعنى بشو عابب قلتك استلاف دي مهمة قالك أول حاجه هتلاقي تفلي دهه هاي بيرس يعني هاي بيرس ويت مازمو طيل ولكن هو مش اوبيس ممكن يكون أكثر من اربعة كيلو ولكن هو مش اوبيس تلاقي عنده هاي بيرس الواحد ما هلطفان أيها ما معندوش متابوليزم معندوش حرق في قال إيزا ما عندوش متابوليزم معندوش حرق بحلقة دي إيه هي بوسيرميا صحي كده تليم الحالة دي هي بوسيرميا تمام مزال خاغي برسويرد بس مش West تمام طيب هو العندوش رابط محندوش حرق معندوش متابوليزم في بقى هي بوسيرميا فهتلاقي اطرافه إيه اطرافه نقط اهو رابط يا flux معي هل هتلاقي فيه سويدنج? هل هتلاقي فيه سويدنج? لا. ما فيه سويدنج. ما فيش عرق لان اصلا ما فيش متابوليزم. يبقى تلاقي كولد. هتلاقي تروي. هتلاقي موتلنج. موتلنج ونسكن دي الجملة دي سؤال انتحان. موتلنج دي اهو الشكل الموتلنج اهو ده. موتلنج دوت اخدناه في بتاع العملي. خلاص هيجي لك في الانتحان. طيب يبقى هو هايبو سرمي اشان مفيش حرق. موتلنج وكولد ودروي. مفيش سويدنج. طب هتلاقي هل فيه فيدنج? لا. بور للفيدنج. سلاجيشنس. سلاجيشنس دي يعني ايه? يعني كسلان ونايم على نفسه. نايم على نفسه اشان مفيش حرق. هتلاقي هايبوتونية. ليه هتلاقي بقى هايبوتونية. هايبوتونية علشان احنا قلنا ايه? هو بيقصر على النيورولوجيكال. ان الميتابوليزم دوت بيقصر لي على النيورولوجيكال. طيب هو اصلا مفيش حرق. يبقى النيورولوجيكال هتقصر تلاقيها هايبوتونية. صح? اللي هو فلابي الانفر. هتلاقي بسبب ايه? المسر حصل لها ايه? ويكنس. طب لما المسر يحصل لها ويكنس. على فكرة اكتبينها كده كان بقى امبلايك هتلاقيها تحت امبلايك الهيرنيا. مصير توني قليل. هتلاقي في دي لين البسج. دي بقى ليه علاقة ببعض. دول كده سؤال امتحان. يعني بزاد البرولونجد دي سؤال امتحان. تعالوا كده علمها بالاحمر بمعنان. انا قلنا سؤال امتحان. برولونجد في السيولوجيكال جوردس دي سؤال امتحان. ربطة باللي فوقيها. يعني ايه ربطة باللي فوقيها. احنا قلنا مفيش متابوليزم. اذا مدام ما مفيش متابوليزم بيبقى يبقى في دي ليه في البسج للمكونية. هيقعها يكون استيبيشان. خلص? فهتلاقي مدام ميكونية مطلعش. هتلاقي ايه الجوندس عالية فيه في برولونجد في السيولوجيكال جوردس. لكن انا بركز هنا في الاعراض اللي اعطي ايه. خلي بالك. هنا نتكلم في اعراض النيونيتال بيريود. خلص? ايه كمان? والاستلاق دي مهمة جدا برضو. خلص? سؤال الاصلاق دي مهم. هنا قلنا فيه الماصر تون قليلة فهتلاقي امبلايكال هيرنا دي قلناها. هتلاقي بقى بوست ركز في الحده دي قوي. الانتلور فونتانيل والبوستيلور فونتانيل هنتكلم عليهم في اليونيتال بيريود. وهنتكلم عليهم في ال ,jos married. هتلاقي في дети ي fonctionne большое المصريات في النيونيتال بيريود هم بيكونوا كده كده مفتوحين. كده كده الانتلور فونتانيل والبوستيلور فونتانيل هم هم كدا. هم ست drill a bit. هم كده مفتوحين فاضط البوير تلك فاضط البول فهم هم مفتوحين ولكن ما كده هم مفتوحين ويكونوا جميلة أو جميلة لكن فمرحلة جميلة مفتوحين ولكنه حملتهم بمساعدة بمساعدة ويساعد بمساعدةрев ومساعدة مفتوحين بيكون اللارجي. وممكن ايه الجويتر في حالة اللي احنا قلنا عليها اسباب الجويتر. خلاص? يبقى دي مهمة اوي 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 اوي. يكون معاه هايبر سويد. هايبوسيرميا. فتلاقيك الاسكن كولد وترويب مفيش سويدنج مفيش عالة عشان مفيش اصلا متابوليزم. تلاقي موتلنج دي سؤال انتحان. موتلنج دي سؤال انتحان. خلاص. اه هتلاقي لسرجي. انا خاملان وتعبان عشان مفيش متابوليزم وسلاكشنس. وبور لانتحان مفيش من نيرولوجيكا تقصرت وابدوميلات استينشان معا. ابوبلايكا الهيرنيا دي لاني الميكونيا في عنده بلوننجت فاسيولوجيكا الجونتس. عنده الوانتريلوفنتريلوفنتريلوسيرونفنتريل واسعين وويد وكدة يجد مفتوحين اوه ولكن واسعين. باوفر يعني. تلي اللرجمت في الطنج وابوبلايكا الهيرنيا دي وإنها وجويتر. خلاص دي حدة النيونيت. مهمة اوي. اوعد لغباتك هي او ايه. حدة الانفانسي طب لما انتفد بعد 28 يوم لانه يوصل قبل سنة كده او بعد سنة. ماذا هي حصل؟ هزر عليه ثلاث حاجات. ثلاث حاجات. فانشن انشانجيس. ريدارديشن اوف جروس انديفلومنت. فشيال او ازار جينج. واحدة واحدة. اوعة. هنا في اعراض. وهنا في اعراض وهنا في اعراض. هيجي لك مثلا حدة اعراض الفشيال. وقل لك هل اعراض الفشيال دي او الفشيال في خمس حاجات. خلاص خمسة. فيجيب لك واحد من هنا يقول لك ده تابع ده. تابع الفشيال. لا ده تابع الفشيال. فلازم دي يكون نميز بابلون برض. يبقى فشيال افانشن جينجيس. ريدارديشن وجروس ديفلومنت مانيفستيشن. وي. فشيال واثر جينجيس مانيفستيشن. بس كده. مهمين جدا 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 جدا. خلاص? لما نخلصهم اكتر من نص المحاضرة خلاص. او خلاص خلاص فدني حتة صغيرة من خلص. الفشيال فشيال 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 اه سوريال فشيال جينجيس. ايه الفشيال جينجيس هتزرع شخص دوت? ايه هيال فشيال جينجيس يا شباب? ايه المانيفستيشن الفشيال ها? ركز معي. قال لك انا هنا في الفشيال يعني تغير جينجيس في الوظايف بتاعت الجسم. الوظايف فشيال فايه بقى? هنديك نيمونك حلوة قوي. هكتب كده جنبها. ايه? بي بس بيه اللي هي البن دي. ايه بي سي دي. ايه عم كده انت بتقوله ده? احفظ اول واحدة بس. البقية هتجيبه. ازاي? واحدة واحدة. انت بتقول لي احفظ نيمونك ايه بي سي دي. النيمونك ده هنستخدمه دلوقتي. الفونكشن جينجيس اي بي سي دي. يعني ايه انت بتقوله ده? هولك اول حاجة دي ما لهاش علاقة بالنيمونك. اللي هي الفيزيكال اند منتل السلاجشنس. يعني ايه? يعني اه اه شخص هتليه كسلان في المنتل وي الفيزيكال. كسلان. خلص? كسلان وكملان. طيب الايه? الايه? الايه الاكتيفتي. هتلاقي الطفل دوت الاكتيفتي بتاعته ايه? وليلة جدا 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 جدا. ومش انترستت باي حاجة حواليه. خلص? يبقى هنا الاكتيفتي. هنا ايه? الاكتيفتي بتاعته ايه? اكتيفتي هنا يبقى اكتيب كده جنبها ايه? اكتي في تقريبا بكتبها صح اكتيفتي خلاص? او غلط ما علينا الاكتيفتي ايه? خلاص ايه هنا. يبقى هنا النقطة بتاعت ايه? او اني مولك معاني ايه? ب ب بلس. ب اي او مكتوبة قد يامك. ب بلس ريت و بالس بلجر. بي الو. طب ما طبيعي احنا قلنا الميتابوليزم قلين فالبالس يبقى قلين. طب ايه هو? احنا عارفين البلس ريت احنا عارفينه. ايه هو البلس بلجر دوت. بكل بساطة. لهو الفرن ما بين السيستور والدياستور. الطبيعي في الادلت بصلا ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠. فالفرن ما بينهم ومع عشرة ما فقد لا يمكنوا الریجر قل خلص يبقى برس بريجر ايه هيكون قليل برز لديه برسجر قليل اي بي طاب سيå نقطة هنا بقى سية نقطة هنا بقى سيكون استبيشن اكيد احنا قلنا عنده ايه ديللن المقونيام اثناء النيونيت هنا يبقى فيه كونستبيشن خلاص او هناك ايه كان في ديلل المقونيام مش داء اليونيت هنا يكون استبيشن ايه بي سي فضلنا d اهي دي طلاب السكين بتاعه ايه طلاب ومدلت جملة كده متكررة في الانفانت ومتكررة في النيوبورن اهو حتى هنا قالك نفس الجملة مطلت وكولت وتروي هنا تلاقي نفس الجملة مطلت وكولت وتروي خلاص يبقى الجملة دي متكررة معنا يبقى هنا فيه فانكشن فيه سلوجشنس فيه الفيزيكال والمينتل والا بي سي دي ايه اكتيفتي اوليلة جدا كويت وهادي وما بيه والانترسة ما فيش انترسة خالص لأي حاجة حواليه B اللي هيا بالبلسبة الاطمال الثاني حاجة دي ليه للينار جروس مش عارف ينمو لان هو عندوش متابوليزم وعندو حاجة اسماه استينديد هايد لو عندو اتولوم وكزم اهو دي ما شف في الصورة عندو سكيرتالتس بربورشن يعني ايه يعني قالك بقى ركز مع الحتة دي بقى الله يكرمك ركز فيها ان الترانك هي للونج ها والليج هي لشورت يعني ايه يا كيرو الترانك هي للونج وليج هي لشورت يعني الترانك هو عندو سكيرتالتس بربورشن يعني ايه يعني ايه يعني جسمه مش متناسق مع بعض يعني مثلا هو عندو تسع سنين تلاقي الترانك تسع سنين ولكن رجليه و ايديه بتوعين عندو تلات سنين يبقى الترانك طويلة وبالنسبة لها الليج والقرم قصيرين يبقى الترانك بتاع تسع سنين ويه الليج والقرم قصيرين بتوعين تلات سنين فاهم الفكرة ماشي ازاي و ايديك في الامتحان يقول لك ايه لونج لج و شورت ترانك لأ هي لونج ترانك و شورت ايه لج يبقى عندو سكيرتالتس بربورشن عندو ترانك هي للونج ها بتاع تسع سنين ولكن لج هي الشورت بتاعيه تلات سنين الالتشارد زي ما تفانت ليه اوورويت ولكن مش اوبيز امعاد ليه في الاستفلومنت قلناها كلها حاجات تابعة البون خلاص يبقى الجورس تابعة البون طيب يعني ايه دليد في الاستفلومنت يعني زي ما بيقولك لها كده و تاني كده ريدارتت بون ايج او سكيرتال ماتيوريشن اقل يونج من ال ايج اللي هو فيه يعني ايه كلام دوت يعني قصد يقولك هنا ان ان الماتيوريشن بتاع البون بتاعه بيكون ريدارتت يعني ريدارتت يعني غير مكتمل او اصغر من السن اللي هو مفروض يكون فيه اعمل اكس راي هلا ان البون مش متيع بالنسبة للسن اللي هو فيه ادريارتت للبون ايج you apple اببائزاليبزيلس وبده ldaphysis وده ldaphysis خلاص فيه عندي في النص كده كاردريج زي ما نحايك في النص كده فيه كاردريج في النص كاردريج دوت بيتكون بيحصل فيها حقا اسمها classification للكالسيوم حاجات دي عشان البون تكبر خلاص طيب جلست للبون تمام بيبقى البتاع الكالج ده بيحصل للكالسيفيكيشن شن يبقى بون خلاص لم يبقى خلاص حصل للكالسيفيكيشن للعظمة كلها مش بتكبر تاني التفل ده بيبقى عنده ايه بقى قال لك التفل ما عنده حقا اسمها ابيفيزيال ابيفيزيال ديس شنيزز يعني ايه احبست لك الكلمات كيس والكتاب بالتفل ايه سمول الريغلر فوكاة يعني ايه صورة كده سمول الريغلر فوكاة يعني ايه ايه فيه حاكا زغانتا بيبيزيس عامل ايه م trouver اكيه يعني بقر عضمية غير منتظمة حوالي الكاردولج كده حوالي القريطة الكاردولج فيه جميع ديلي في الكولوجر اهو هنا قالك ديلي. ما قالكش ويد ما قالكش ويد لي للبستيري والأنترير والفنتيري. هو قالك هنا ايه؟ ما قالكش ويد ولا لرج قالك ديلي لانه مفوت هنا في الفترة تقفل لا هو يحصل ديلي. طيب. الفيشيال والأذر الجنجس بقى قالك الفيشيال والأذر الجنجس هتلاقي على وشه ايه هتلاقي وشه اقلي. اقلي يعني وش وحش. وشه عمل ازاي؟ وشه وحش جدا خلاص اجلي هتلاقي وشه ايه؟ وشه اجلي خلاص هتلاقي راسه كبيرة بالنسبة لحجم جسمه راسه كبيرة بالنسبة لحجم جسمه شعره شعره تليس بيرس بيرس يعني هايش تراي ناشف كده وبريتل بريتل اللي هو متأصف ومنتشر قوي في الفورهيد عن الجسم كله خلاص طيب هتلاقي عندها جسمها انفنتل نيزوليبيال كونفينجوريشن يعني ايه ديت؟ يعني هتلاقي منخيره كده بس منخيره منخيره يعني اسمها الانف التفولي اللي هو ايه؟ كل ما يكبر منخيره صغيرة تمام؟ كل ما يكبر منخيره صغير فهتلاقي كمان ان البيزوف زانوز هو بروت وفلت تمام؟ واسع كده ويعني اللي قوي بتلاقيها ويتلس بريتل يعني يعني واسعين وبعدين عن بعض خلاص يعني هتلاقيها بافي هتلاقي الليبس ثيك والماوس بسبب ان الطانج بيكون بروترودة كما اتفقنا هناك هنا برده الماوس هيبقى ايه الطانج هيبقى بروترودة وهنا الماوس هيبقى هاف اوبنت خلاص مش قادر حتى ان هو يقفل بقه تمام؟ هتلاقي النيك شورت وثيك وهتلاقي صوته متغير فيه بعض حاجاته في صوته فيه هورسنس بسبب حاجة اسمه ميكزيما ميكزيما اتمدس تشوق اللارنس يعني فيه زي اديمة كتا في اللارنس خلاص طيب ده اجنوستيك افالوشن بقى دي مهمة جدا 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 تلات اسئلة في الامتحان الاسلايض دي تلات اسئلة في الامتحان تلاتة اهو او اتنين تلات اسئلة او سؤالين في الاسلايض دي بس مطلوب مني اعرف ايه في الاسلايض دي مطلوب مني اعرف ان يونيت السكيرينينج ده بتعمل امتى يقولك في الامتحان من اثنين لسبعة ايام من بعد شهر بعد اسبوع لا هو بتعمل من ثلاثة ايام لسبعة ايام مش من يوم لسبعة مش من يومين لسبعة مش من ثلاثة لخمسة لا هو من ثلاثة لسبعة ايام دي سؤال امتحان حد دي اذا فتكرك نظرها في صحة مجتمع ان هو بيعمل تحليل جعب الرجل من ثلاثة لسبعة ايام معروفة اسمه تحليل قعب الرجل إسمه الغد عامل من ثلاثة لسبعة ايام ستعامل من الcapillary و ستعامل من archery و ستعامل من fin و ستعامل من باي في قبل الرجل وال؛ الخاصة في الكعب الرجل النوع من سؤالين في الامتحان يبقى تعامل من ثلاثة موزة ليس من اثنين من ثلاثة سبعة أيام ستأخذ كعينة من الكابلر من كعب الرجل نخلص سأخذ بقية بقيس قالت بقيس minimum لا. بقيس ايه? مش بقيس اللي هو بتاع الغدة. لان انا متأكد ان هم هيبقوا عالين. انا بتكلم انا بعمل احد ده من ثلاثة لسبعتين ما شباب. من ثلاثة لسبعتين. اول اسبوع من حدا التفرة دوت. فانا متأكد ومية في المية ان التسليوتيفور هيبقوا عالين اصلا. حتى لو شخص دوت عنده كونجينة الهايبوس هيروديزم. ليه هيبقوا عالين. لان انا اصلا عندي متنة الهرمون. فيه اخذ هرمونات من الام. فيوض اول اسبوع عشان يحصل لهم مسترول بعد اول اسبوع. فهما جانا جدا عالين اول اسبوع. فانا مش هاقسهم. هاقسهم ازاي من ثلاثة لسبعتين ام انا متأكد ان هما عالين. ان التفرة ده مسعى عنده كونجينة الهايبوس هيروديزم. يعني الغدة مش بتطلع هيرمونات. هجاء تعمله تحليل اول اسبوع. هلاقي التي سري وتي فور عالين. ليه? لانه عنده متنة الهرمون. هاكدهم من امه. يبقى انا مش هاقسهم. هاقس مين? عشان اعرف ان شخص دوت عنده كونجينة الهايبوس هيروديزم. او لا هند chiffon دي ببقى ان احنا ايه? شرحنا على اهم هلاقي التي سري وتي as h عالي. ليه بقى بقى ستي اس جف وتوح هي اتش ؟ لاننا عندي السريله دي مما فاطلعش هيرومون. الجسم هيسكوت. لا هيطلع الهايبوس هين وفي다리ganoت حقيقيا انا عندي السري وتفور ايه. السريلاز دي ما ما عطلقه هوقهاش. في ف فريزة تي ر اتش اللي هو اليوم هو سائيرويد تموديم الروب. لحدسيتتيتتتة نفينتيتت خالف حالي وتلاقي توني وتطالين توني و تعليل yes elbdomials. يمكنك إيه بقيس التشيتкойل يربطو عايير对 machastrique then return li τοct heat avons 10H يمكنك إيه بقيت و أي حال الأفضل الخاص 컸اة لبقيقاء التشيتcje العالم اتوني نبقى انفسっていう أبحثتين لله وبقيس التشيت bom يتمrudDA central per melli ranked and urelly Asheed is a coin confirm وفكرك صحيح ايضا انا اتطلعت العينة والعينة قال لي ان العين تتحليل كعب رجل انه فيه تي اس اتش ده عالي خلاص لقيت تي اس عالي فبقى كده فهمت ان تي بيتر رجلان دي ما امتطلعش الهيمون بتاعدة فكا كومبانسيشن ان هيجبو صاله مصبعه بعد الريزنج هيرمون بيتر رجلان في بيتر رجلان تلعيت الريزنج هيرمون انه تي اس اتش كتير قوي فعلي طب انا عايز اتأكد ابعد للاهل تاني ان هما يجولي يا جماعة تعالوا تي اس اتش تتلع عالي حيكا بريجل تلع مش كويس هعمل لهم بقى تي سري تي فور بقى هعمل لهم تي هاخدهم عينة من من الفين او من الفين او من الفين او من الفين بياخد عينة من الفين علشان اشوف بقى هكون فيرم التشخيص بتاعي بقى تي اس اتش والتي فور الاتنين خلاص طيب اه فيه هنا ارقام برضو مهم هنتكلم عليها او من الفين ان الêter buy cash المنتج اقل لي ن psychiatر من او من الفين ممكن او من الفين ممكن ان اعبرنا ولكن احنا كناس يجب عنر در preocupاره لازل من الفين في انفين ايفه اللي اذا كنت اك elongцいうn scoring ايه من الفين الصالة ال Territorial condition نعمل تكونете اعرف النورمل النورمل ده مهم لااجهين اوف الان ما الانتخذ تهمة، ان ن古قي الانتخذ تحيي deb explode الانتخذ ايه توفر انه يكون من خمسة til 15 لكن النورمل بتاع التسmy ولي بالكلام لا يدير عن ال sperimental قليل جدا من نسبة واحد لعشرين من T4. فالT4 هتلاقي قليل هو النورمال من كام? النورمال بيكون من النور. ايه ده? ايه هو عامل جدا ليه? النورمال هيكون من ايه? النورمال هيكون من T4 من 5 ل 15. ونورمال في TSH ما يكونش اعلى من 6. طب ان انا اللقاء وقلت TSH اعلى من 15 يبقى الحالة دي ايه? يبقى الحالة دي عندها congenital hypothyroidism. طب ان انا لقيت T4 ده هو نفوز من 5 ل 15 لديه قليل يبقى الحالة دي عندها congenital hypothyroidism. خلاص? هنا تقريز وهنا ايه? increase. خلاص? الارقام هنا مهمة. الارقام هنا مهمة. خلاص? طيب. يقول لك انا ممكن ايه لو اللي اتلع عن نيجاتف وانا شاف الاعراض على التفل دوت ممكن يدفد يكون عنده فعلا كنشدها بسهر الاسم والتحليل تلع غلط طبيعيده يعني يقول لك ممكن اعمل اكس راي برضو وبالتالي اللي مثلا فيه مثلا ابيفيزيال ديس جيمينيزيز خلاص فيه عندي ديلي مثلا في البون ايج ديبان في ال اكس راي برضو بساعدتها في التشخيص احنا متكلمنا على محطة في حادة الانفنط مهمة قوي ان انا ادي عليك بدري في فترة الانفنط ليه علشان لو عليك تو بدري انا حمنع ان البرين يخش بدمج برماني دامج انها اللي بيخلي بقلك اصلي ده السريريوتي جاندي بتطلع مني متابوليزم لا عنش متابوليزم يحصل منت لا يطرد ايش ايه هو السرابيتك مراجمين سؤال الامتحان يعني سلايد دي كده سؤال الامتحان هيجيلك سؤال ازاي فيها تعال بقى نشرح ونقولك لو التريدمن ابتدى خلال من شهر تلات شهور من حادة التفل دوت او من اسبوعين تلات شهور في حادة التفل دوت المنتل ديفلومنت بيتحسن جويس جدا مش منتل بستة منتل ووينتل وفيزيكل وكل حاجة العلاج بقى ايه قالك العلاج مهم اوي يعني اعرف كلمة اورول ليفوسيروكسين دوت ممكن يجيلك منه متاع 7 اسئلة في الامتحان سبع اسئلة في الامتحان تمام ممكن او خمسة يعني في حدود دي ايه الاورول ليفوسيروكسين دوت قالك ده عليك التفل يمشي عليه مدى الحقيقة لازم 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 تكون عارفة لازم اهو اربعة حاجات اصلاح لازم تكون عارفة اجيلك منها سؤال في الامتحان ازاي؟ يقولك تفل ولو تلاحظ كده ان الجرعة كل ما بتفل ده بيكبر الجرعة بتقل لو تلاحظ فكرة ايه بتقل ليه لان انا بقسها على حسب او بحطتها على حسب الكيلو جرام يعني اين؟ يعني النيوبورن اللي اول شهر من عمره هو وزنه كام وزنه تلاتة كيلو مثلا وعنده كونجي ده هابوسيروكس ما بهمشي على اورال ليفوسيروكسين هو وزنه كام تلاتة كيلو؟ وحضرب تلاتة في كام تلاتة في عشرة تلاتة في عشرة تلاتة في عشرة تلاتين؟ يبقى كده هتدينه تلاتين مايكرو جرام كل يوم طب التفل ده كبر بقى من ستة شهور لتنشر شهر فكده وزنه بقى كام؟ وزنه بقى مثلا عشرة كيلو خلاص؟ فهضرب عشرة في ستة مثلا عشرة في ستة بكام؟ بستين فاهم؟ فانا مثلا لو انت تطلب هنا في عشرة يعني تلاتة مثلا هنا مثلا نفس الكلام عشرة خمستاشر عشرة خمستاشر عشرة خمستاشر كام؟ هنا عشرة فعشرة بكتير قوي يعني تلاتة بمية خلاص عشرة خمم عشرة مرات مية يبقى الجرعة هنا مهمة جدا بالزيد او لتنين دور مهمين قوي النيوبورن لكل جرام بيردي من ستة لاتنشر شهر جرعة مهمة قوي 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 هنا هنا مهمة جرعة دي مهمة يبقى من ستة اتناشر ايضا مستة التمانين bin six al eight min 21 جرعته من ستة التمانية مايكرو جرام مايكرو جرام يجل يجو لي جرام في اليوم ازيب اي forest tells you 9 تفل عنده 100 شهور 紀لك كم 8 شهور هتدينه جرعة قد ايه من ستة لتمانية ولا من خمسة ولا خمسة ولا اربعة ولا من عشر لخمستاشر لا انا حفظها من ستة لتمانية خلاص لسؤال امتحان اهو طيب ايه النيرسنج كير مارد اهو قد بقول لك التفلي ده مسلا كان بص وشكرا عمل ازاي لو قدرت العلاج بص وشكرا عمل ازاي كده طيب ايه هو بص دي اخر حاجة في المحاضرات دي بقى مغزون اسئلة يعني النيرسنج كير ده بتاع 7 اسئلة زي ما اتفقنا على حدة العلاج ده مهمة قوي 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 قال لك المشكلة عندي في امبيرت في السيرويت فانكشن ليس زين بادي ريكوائرمنت ايه هو المست امبورتنت نيرسنج بتاعنا ان انا اتعرف على المشكلة دي بادري اللي دين دي فيكيشن وعليجها بادري من اسبوعين ثلاث شهور شدفة تايت حاس قال لك التفل الاهل بيكونوا جاي لنا اننا بيقول لك ايه بيقول لك التفل بتاعنا ده هادي كوايت وجود خلاص قول لك ايه انا ابني ايه قاعد مش زين عالي شعالي التاني عماني عايط ويصوت انا ابني ايه كوايت وجود وكويس طيب اسأله هل معاه التفل ابن ابنك ده مسفر يقول لك اه برولونجة جونتس معناه ان ما فيش في كونستيبيشن مسلا او اللي هو كونستيبيشن ده له هو في الانفانت او اللي هو ايه معاه مسلا دليل ميكون يامل هو نيونيت يبقى ده عنده برولونجة جونتس طيب اقول لك معاه يقول لي اه اقول لك معاه ملايك الهن يقول لي اه فقالك ده ايه توقعت ان الحالة دي ايه حالة دي كونجينيطال هيبوسيريتز يبقى كوايت وجود دي مهمة والاعراض دي مهمة ده يكون لأسف كنا متكلمين عليه طيب البيان ده دول محتاجين ان اعملهم الاعلاج خلاص اشرح لهم ايه المرض و ايه الدنيا و كده لو خلاص اتشخص لازم يروح لدكتور ايه غدد انتو كرانيولوجيست فور كير طيب كمل بقى مهمة قوي ان هو مهم حدد الكمبلاينس و ازدراكز دي الهند يبقى دي بقى نخش بنفس truck increase السم growth هاتف الخزق انه سؤال امتحان ايه بقى السؤال امتحان دول كده سؤالين يعني يعني الجملة دي كده يجيب لك عليها سؤالين في الامتحان ثلاثة سؤالها في يعني خلقه ايه بقى السؤالين في الامتحان الدول اول سؤال يقول لك ايه ايه انا ازاي بدي التفل دوت لنهلات بتاعه حدهوله ازاي؟ هقوله بصها معلوم هقوله ان الاورال ليفو سيروكسين دوت ده عبارة عن اقراص الاقراص ديت بعمل لها كراشت يعني كراشت يعني بكسرها كده بده اقعد بكسر فيها و احطها مع الفورميلة عشان هي دستلس مالهج طعب فممكن احطها مع الفورميلة او الميا او الاكل طب ايه هي التركاية هنا بقى واللي ممكن يخفيلك في الانتحان فيها ان احنا ما بنحطهاش على كمية كبيرة في المياه يعني منيجي نعمل لها كراشت نكسرها مش بنكسرها في كمية مياه كتير لا بنكسرها في كمية مياه قليلة يعني مثلا لو الفورميلة لا ما بحطهش في مياه ما بحطهش مثلا في 200 ميلي لا بحطها في فورميلة قليلة و اديها للتفل ده ليه؟ اذا اضطتها في فورميلة 200 ميلي مثلا و احداث القرص عملتلك رشد و احداثه في 200 ميلي طب هو ما كملش الرضعة بتاعته ما كملش الفورميلة فيدنج او ما شربش المياه كلها و ما شربش الكوبية الكاملة ان انا مدوب فيها القرص يبقى كده هو ما ااخدش ما ااخدش ايه؟ ما ااخدش كل الدواب بتاعه يبقى انا لازم ادوبها في ايه؟ في كمية اكتب بالعربي لايك رمك ها؟ اكتب بالعربي اكتب امسك القلم واكتب في كمية مية قليلة مش يبقى small amount of water small amount of formula small amount of food يبقى بعمل كرشد ليه؟ القرص في small amount مش في large amount خلاص؟ مهمة ليه؟ عشان اتأكد ان الكمية الصغيرة دي الترفيدي هياخدها كلها فجده هو ااخد الكرعة كاملة دي اول حاجة سؤال وكده ده اول سؤال ثاني سؤال لو دوز ده مزت يعني هست ديت نزلت الجرعة النهاردة فقط هو باخد الجرعة دي متى الحياة كل يوم في معات ثابة لو انا نزلت الجرعة دي النهاردة اعمل ايه؟ هل اول ما فتكرة تديله؟ لأ قالك احفظ الجملة دي معي لو نيسيت الدوز ثاني يوم طابل الدوز ثاني الجملة سهلة لو نيسيت الدوز ثاني يوم طابل الدوز هحفظه كده. هي حفظها المحابي في الأورال عن طقيق فال comb check сколько هي غناء بسيطة لون يسيت الدوس تاني يوم double dose تاني يوم double dose لكن لون عزيت الدوس هناان работな مؤêmç لون جزء holmes كنتaban بسيطة جدا لون يسيت الدوس ثاني يوم double اكتب كده اكتب العلمي دابل الدوز سهل خلاص لو هي يا سادي دي مش كونتر انديكيشن ما فيش اي مشكلة ان هي تردع تردع بريست فيديم وده حلو جدا وحلو وحيحسن التفل في هنا ساين الاوردوز ودي مهمة خطيرة سؤال امتحان وساين ان اديكو التريدمن ودي مهمة وخطيرة وسؤال امتحان وفي الغالب دي اخر سلايد معنا ركز معي بقى اه دلوقتي يسمى الطفل الذي سوف اتده العلاج الذي ساسمه هو أورى ليفوسيروكسين هذا الأورى ليفوسيروكسين يبدلغني ما في ihm؟ قللك ان شاء الله أقل بالك اني سوف اتده علاج عشان يقوم بعمل بحرق يقوم بحرق وميطابوليزم عشان التفل دا ما عندهت ايه؟ عندهت سيرويد هنوون تطلق كونتران لحررة الهيبوسيروديزم فيديله عالاج يزوط الحرق هل الماضي ان اتده ان تقوم بحرق بكمية اخر سيكون حرق بكمية اخر تاني. اول شخص ده ما عندهش سيرويد هيرمون. فانا بقى ادي له علاج اولا ليفو سيروكسين عشان يزود للحرق. فانا لو عضوات العلاج ده بكمية اوفر اوفر دوز. فالحرق هيبقى عندي باوفر. حرق هيبقى ايه? الميتابوليزم هيبقى اوفر. فالميتابوليزم الاوفر دون هيبقى فيه رابيت بولس. هيبقى البولس عالي. صح? يبقى رابيت بولس. كل بقى اقعاد زيتة الحرق. رابيت بولس. تيزنيا. الريتاباليتي. انسومنيا. فيفر. سويدنج. والاهم بقى. الاهم. الاهم من كل دول. حط جيدة جنبها كيرو. اسمع مني. حط جيدة جنبها كيرو. ليه كيرو? اصلي كيرو بيأكل كتير. وايه? بيبقى عنده ويتلوس. ده حقيقي. انا باكل كتير جدا. ممكن اكل مسلا ست مرات في اليوم. وما بتخانش. الحمد لله. ليه? لانا ممكن يكون الحرق عندي ايه? زيادة. ممكن يكون اما اعملت حقيقي. الاقي ايه? الاقي السورية جيلاند شغالة بزيادة. الحمد لله. خمسة في خمسات في عين الكل. خلاص? يبقى. ايه هي? انا بقول كده عشان ايه تفهم. عشان تفكر في الانتحان. يعني ايه اوبردوز? اوبردوز. انا بديله عليك يزود الحرق. يبقى تلاقي على الشخص عنده ايه? حرق اوبر. اهم حاجة الاكساسي في فود. يأكل كتير قوي. ومش بتحسن. اعراض بقى ان اديكويت. يعني ايه? يعني واحدة واحدة. اتفل دا عنده ايه كونجينيتا الحيبوسيروديزم. يعني عنده السيرويد هرمون قليلة. انا بديله عليك يزود الحرق. ولكن انا الست دي مش بديدك او مثلا بتحليله في متين منلي. فالتفل دا مثلا كل يوم ما بياخدش الكوباة كلها. فطولها خلاص مفيش مشكلة. فتلاقي تفلدها ظهر عليها اعراض ايه? وبياخدش العرق بتاع. فما فيش حرق. اعراض اللي مفيش حرق. اعراض الهايبوسيروديزم. بس اكتب كده كان بقى اعراض الهايبوسيروديزم. فتيج. سليبنس. تكريز الابطايد. مش اهو. نفس الكلام فيه بورفيدنج. ما ديه اعراض ايه? اعراض اللي مفيش حرق. دي ليه? في الديفلومنت الديفلومنتج. دي ليه? فكل اعراض اللي احنا قلنا عليها بتاع الهايبوسيروديزم ارزحها هنا. ارزحها في ال اكتب كده ايه؟ هي اعراض الهايبوسيروديزم. بس قد. ده سؤال انتحان. يعني اعراض الهايبوسيروديزم دي مهمة. كل الاراضي احرليك فكده كل اعراض الهايبوسيروديزم مع الهايبوسيروديزم. اصلا ما بدي علاجاش نزود الحرق. هو عن ديه سيروتاز. فهم العلاج ليس تضيب كم مية كافية فهو استيل عنده كونجيتر هيا بو سيروتاز. يبقى عودي كونجيتر هيا بو سيروتاز. فهو ضيبط وتكون قلبتها وهي بطيقة تكون بعض الهاتف. و هذا اكتب جده اي دي الاتفاق ال مستحيلة والقصوصة ناوي بالتفسير. بطاعت فرزب الامر والمينتل كل هذا. جناتك كونسلنج. اماذا اعمل جناتك كونسلنج في حالة التسهرمونوجينيزيز كده شباب نكون خلاصة محضرة النهاردة محضرة سهلة، محضرة بسيطة، محضرة لطيفة شكرا لكم وتمنى كده محضرة تكون مرزبا لكم سهلة بسيطة هنا دي اسئلة يعني سهلة ادور كلها من الحاجات اللي احنا قلنا عليها اشتركوا في القناة